بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن شروط صحة الصلاة شرط الخامس الطهارة من الحدث والمراد بالحدث الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها وسواء كان حدث أصغر أو حدث أكبر والدليل على أن من شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتطهروا فالله سبحانه وتعالى أمرنا إذا قمنا إلى الصلاة بالوضوء من الحدث الأصغر والغسل من الجنابة والتيمم عند عدم وجود الماء وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى وفي حديث آخر لا صلاة بغير طهور الشرط السادس الطهارة من الخبث والمراد بالخبث النجس والمراد هنا النجاسة الحكمية الطارئة على مكان طاهر فالطهارة تكون في الثوب وتكون في البقعة وتكون في البدن وجمهور أهل العلم على أن التنزه من النجاسة شرط لصحة الصلاة فمن لم يتنزه عن النجاسة في بدنه أو في البقعة التي يصل فيها أو في ثوبه فصلاته باطلة واستدلوا على ذلك بعدة أدلة الدليل على اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب يدل على ذلك ما جاء في أحاديث الحيض أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عندما الحيض يصيب الثوب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه وهذا دليل على أنه لا بد من إزالة النجاسة والدليل على اشتراط الطهارة من النجاسة في البدن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل المذي والمذي هو سائل يخرج عندما يلاعب الرجل امرأته فهذا نجس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل هذا المذي الدليل على اشتراط الطهارة من النجاسة في المكان أنه لما بال الإعراب في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فهريق عليه وذهب بعين النجاسة وذهب بعض العلماء إلى أن التنزع عن النجاسة ليست بشرط صحة للصلاة ولكن إزالة النجاسة أمر واجب يجب أن تزال النجاسة ولكن لا علاقة لها بصحة الصلاة فلو صلى وعليه نجاسة فهو آثم وصلاته صحيحة والقول الراجح هو قول الجمهور لما جاءوا به من الأدلة على قولهم مسألة من حبس في محل النجس إذا حبس الإنسان في محل النجس ولم يتمكن من الخروج إلى محل طاهر صلى على حالته ولا إعادة عليه لأنه في هذه الحالة مقرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه فإذا حبس في مكان نجس لم يستطيع خرج منه فإنه يصلي على حاله ولا إعادة عليه أما كيف يصلي من حبس في محل نجس هل يصلي الصلاة العادية أم أنها تختلف قالوا إذا كانت النجاسة يابسة لا يتأثر بها ثوب أو بدنه كالعادة يصلي وإن كانت رطبة كأن تكون سائلة قد يتلطخ بها بدنه وثوبه فيصلي قائما ويركع ويرفع من الركوع ويجلس على قدميه عند السجود ويؤمي بالسجود ولا يسجدوا ولا يضع على الأرض شيئا من أعضائه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقبل ذلك قوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم فيتقي الله ما استطاع ويصلي على حسب حاله مسألة الصلاة في المقبرة الأصل صحة الصلاة في جميع الأراضي لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وتهورا والدليل على عدم صحة الصلاة في المقبرة لأنها مستثناء من هذه الأراضي قول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام المكان الذي يقضى فيه الحاجة والتعليل على هذا أن الصلاة في المقبرة يعني التعليل للنهي عن الصلاة في المقبرة أن الصلاة في المقبرة قد تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور مسألة يستثنى من الصلاة في المقبرة الصلاة على الجنازة فإن كانت الصلاة على القبر فلا شك في استثنائها لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد المرأة التي كانت تقوم على المسجد فتنظفه وتعتني به فسأل عنها قالوا إنها ماتت وكانت قد ماتت بالليل والصحابة رضي الله عنهم كرهوا أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال هل لا أذنتموني أي أخبرتموني ثم قال قام عليه الصلاة والسلام وقال دلوني على قبرها فدلوه على القبر فقام وصلى عليه الصلاة والسلام فالصلاة على الجنازة وهي في القبر هذا يستثنى من النهي عن الصلاة في المقبرة الصلاة في الحش أو الحش وهو المكان الذي يتخلى فيه الإنسان من البور والغائط لا تصح الصلاة فيه لأنه نجس ومأوى للشياطين والنجسات مسألة الصلاة في الحمام الحمام هو المغتسل أو الأماكن التي يجعلون مغتسلات لهم أو يغتسلون فيها الناس وقد كانوا يختلطون فيها الرجال والنساء وهذا أمر محرم وتنكشف العورات وهذا أمر نهى عنه الشارع ونهى عن الصلاة فيه للحديث السابق الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام مسألة الصلاة في أعطان الإبل هذه المسألة نتحدث عنها في الدرس القادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر